السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام بشارككم اليوم الطريقة الخاصة في تحضير عقدة السمك اتبعوا الطريقة وبيطلع معاكم عقدة السمك اللذيذة وشهية وما ينمل من أكلها خالص والتحضير عقدة السمك باستخدم سمك البيض جبته من الجزار بدون جلد بدون عظم بدون شوك بحط عليه نصف ملعقة طعام من الملح ونصف ملعقة طعام من الفلفل الأسود ونصف ملعقة طعام من الكمون ربع ملعقة طعام كركم ونصف ملعقة طعام كبز رناشفة بقلب السمك من البهارات كويس بحيث انه كل قطاع السمك تتغطى بالتتبيلة وفي الصاج اللي بطبخ في العقدة هو اللي بقلي في السمك بحط كمية من الزيت وبحط كل قطاع السمك مرة واحدة يعني بقلي السمك لما يبدأ يستوي من من تحت بقلب السمك لما يستوي بعدين من الجهة الثانية خلاص بشيل قطاع السمك على ورق مطبخ ويبنقص من كمية الزيت طبيعي يعني ما بطبخ بكمية الزيت هذي كلها خلاص لما شفت انه كمية الزيت مناسبة بحط بصل هنا استخدمت بصلتين متوسطة مقطعة الى قطاع صغيرة وبظل اقلب لين ما يذبر البصل الآن بضيف تقريبا ثلث حبة بيبار وبقلب مع البصل ولما يوصل البصل لهذا اللون بضيف في الصين ثوم مهروسة ويستحسن لو في الثوم الاخضر تستخدموه في العقدة يطلع الطعم اطيب لو عندكم الثوم الاخضر موجود استخدمو راسين كل الثوم يعني الاخضر مع الابيض الآن زي ما شايفين بضيف السمك كله مرة واحدة طبعا لانه مفيش لجلد ولا شوك ولا عظم اذا السمك اللي بتستخدمو فيه جلد او مثلا عظم او شوك لازم تنزعوه منه تماما يكون السمك صافي الآن زي ما شايفين انا بحرس او بفتفت السمك بالشوكة بقلب السمك ولو في قطع لسه ما تفت فتت بفتتها وخلاص الآن بضيف شوية من البهارات والملح طبعا ما تكثرون اني خلاص قد تبلت السمك بضيف شوية ملح شوية فلفل اسود وشوية كمونه بس وبستمر بالتقليب زي ما شايفين خلاص يعتبر كذا العقدة جاهزة اخر اضافتين هي طماطة كبيرة مقطعة الى قطع صغيرة وكبزرة مفرومة وفلفل اخضر حار مفروم ومن بعد اضافة الطماط والكبزرة والفلفل الاخضر بقلب شوية وخلاص بقدم العقدة اذا حابين انه الطماط يذوب ويختفي فتظلوا تقلبوا لمدة اطول انا شخصيا افضل انه الطماط يكون بعين فبقلب شوية بس احب انه يكون اللون الاخضر بعين اللون الاحمر بعين فما بطول بالتقليب والان بغرفه في صحنة تقديم وتكتمل لذاذة عقدة السمك مع الرودي الشاحط او الرشوش او ملوحة النور تقربوا الطريقة وانا اكيد انها بتعجبكم مستحيل تملوا منها او حتى تبقوا بتخلصوا على الكمية كامل بس انا ارأكم بالتعليقات وما تنسوش تضعطوا على لايك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامة